ده واحد من اهم الفصول اللي هنتكلم فيها عن المتغيرات وانواع البيانات والتعامل مع المعاملات المتغير هو مكان بيتم حجزه في الزاكرة لاستخدامه في حفظ القيم والتعامل معه اعلان المتغيرات بيتغير من لغة اللغة في ال Visual Basic for Application بيستخدم دم علشان نعمل اعلان للمتغير وقاز علشان نحدد نوع المتغير تعالوا نروح لملف اكسل وتعالوا نفتح ال Visual Basic Editor سواء من developer Visual Basic او من الكيبورد ALT-F11 تعالوا نعمل insert module وتعالوا نعمل اجراء subroutine اسمه test variable تعالوا نحاول نحط قيمة في متغير من غير ما نعمل له declaration يعني انا ما هنقول ان انا عندي two value X تساوي 10 و Y تساوي 20 وانا كل ما نريد ان انا عندي متغير ثالث اسمه W ده عبارة عن X في Y X Y و W كل دي متغيرات لكن انا ما ننتهاش علشان كده لو حاولت اشغل الكود ده اداني error بيقولي ان variable not defined طيب هل هو الاصل في Visual Basic for Application انه بيلزمك ان انت في كل مرة طبعا ده break mode تعالوا نعمل reset ان انت في كل مرة تستخدم المتغير تعمله declaration ده option انت اللي بتتحكم فيه زي ما قلنا من Tools option تقدر تختار هالrequired variable declaration ولما بيكون variable declaration required بيكون مكتوب لك هنا option explicit تعالوا نلغي الoption explicit وتعالوا نجرب نشغل الكود ما حصل شئره والكود اشتغل طب ايه الدليل ان الكود اشتغل تعالوا نعمل message box تعالوا نعمل رسالة فيها قيمة Y فيها قيمة W 10 في 20 المفروض الرسالة تطلع برقم 200 فعلا رسالة لائفابي طبعا يعني لو انت فعلا هتشتغل Visual Basic for Application او لو تشتغل اي لغة برمجة يفضل ان انت دايما تخلي الكود بتاعك يريكوير variable declaration يعني تخلي ان دايما الoption explicit يعني ما ينفعش تستخدم اي variable غلما تعمله declaration طب تعالوا نعلن التلاب متغيرات دول اللي هما X Y و W dim X as integer فيه اكتر من نوع متغير بس تخدمه علشان الارقام طبعا احنا بدينا X Y و W كده انا اعلنت 3 متغيرات و كده اقدر اشغل الكود من غير error ويطلع علي الرسالة اللي يعمل طيب لو انا اعلم اكتر من متغير في سطر واحد يعني التلاتة دول عايزهم كلهم في سطر واحد ينفع اه ينفع تعالوا نلغي الاتنين دول و تعالوا دم X as integer Y as integer W as integer طب هو انا لازم احدد نوع المتغير في كل مرة اه لازم اذا ما حددتش نوع المتغير هيتم التعامل معه باعتباره variant متغير غير محدد وهنتكلم عن نوع الـ variables حالا